العراق جغرافيا امتداد للعمق العربي وبوابته الشرقية لضمان أمل الدول العربية ومن يحرس تلك البوابة اليوم هو نفسه السمسار الذي يذلل الطرق لدخول الغرباء وفي أوج الصلاة العربي مع المشروع الإيراني التوسعي أصيب العرب في مقتل عندما تحول العراق إلى ساحة مفتوحة لتبادل المصالح بين الاحتلالين الإيراني والأمريكي الحكومات المتعاقبة بعد الغزو لم تقصر ضررها على الشعب العراقي فحسب بل صارت مصدر قلق للأمن العربي ككل باعتبارها أداة إيرانية بامتياز سواء بالسلاح أو بالسياسة محاولات الدول العربية باحتواء تلك الحكومات وتحويلها من خنجر إيراني مسموم إلى سيف عربي باءت بالفشل وعلى العكس من ذلك دأبت حكومات بغداد على سرخ العراق من ثوبه العربي بالوسائل كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية وصار العراق مركزا لتصدير الميليشيات التي عاثت فسادا بالبلاد العربية من اليمن وحتى سوريا بروح إيرانية لا تخفي عداءها للدول الخليجية خصوصا والعرب بصورة عامة وفي قمة تأزم إيران اقتصاديا يبادل أقطاب العملية السياسية في العراق إلى فتح خزينة البلاد للنظام الإيراني لتقوى بتلك الخيرات ويواصل مشروعه في استهداف المنطقة العربية دولة تلو الأخرى ورغم هذه الحقائق والوقائع يبدو أن السلوك العربي تجاه هذه الحكومات سائر في سياسة احتوائها على أنها جزء من المنظومات العربية رغم أن لسان الواقع والتأريخ يؤكد أن مواجهة إيران تحتاج إلى ردع قوي يشمل أدواتها وأذرعها فمن يعاد العقرب لا يمكن له أن يصادق ذيلها ويأتمنه ترجمة نانسي قنقر